اشتركوا في القناة على الهواء الذي يهتم بصحة الإنسان وبأسلوب حياته السليم مساء الخير محمد ونمسي بالخير على كل من يتابعنا في هذه اللحظة في برنامجنا الأسبوعي عيادة على الهواء مداية نذكركم مشاهدينكم تستطيعون مشاركتنا عبر تويتر على حسابنا شارجة تي في والإجابة على سؤال حلقتنا الظاهر أمامكم هل تجميل الوجه بالليزر يغير لون البشرة؟ شاركونا بآرائكم وأجوبتكم ونستقبل أيضا أسئلتكم حول موضوع حلقتنا من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إذن مشاهدين عملية تجميل الوجه بمختلف تقنياتها هي عملية يقوم بها الشخص الحصول على وجه جميل مشدود وملئ بالحيوية والشباب وقد أحدث الطب التجميلي طفرة في مجال تجميل الوجه بطرق مختلفة لتعالج كل مشاكل الوجه التي قد تعاني منها المرأة والرجل أيضا إذن بداية ننتقل تقريرنا حول هذا الموضوع ومن ثم نعود ابقوا معنا موسيقى دائما ما تبحث المرأة عن الجمال بأسلوبها الخاص بها لذا تعد عمليات تجميل الوجه والجمال أكثر الأشياء التي تشغل بال النساء للحصول على وجه جميل ومجدود وملئ بالحيوية والنظرة موسيقى ولهذه العمليات عدة تقنيات مختلفة في الأسلوب والنتائج وحتى المدة التي تستغرقها ولعل أبرزها هو تجميل الوجه باستخدام تقنية الليزر التي تعالج مشاكل عدة قد تحدث للوجه نتيجة متغيرات أو عوامل محيطة موسيقى موسيقى جميع ما يتعلق بتجميل الوجه بالليزر نتناوله في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج عيادة على الهواء ابقوا معنا موسيقى 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 حاكم الله مشاهدينا من جديد في موضوع حلقتنا اليوم وهو تجميل الوجه بالليزر وضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور جميل الجمالي استشاري جراحة تجميل وترميم حياك الله معنا دكتور الله يسلمك ويبرك فيك شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وإن شاء الله بإذن الله نفيد المشاهدين بإذن الله بإذن الله تعالى شكرا على تلبية الدعوة دكتور دكتور كنا نتحدث عن موضوع التجميل بالليزر الآن يمكن الليزر كتقنية الناس تعرفها بالاسم ولكن التقنيات خلف وجود الليزر غير معروفة إذا حبينا نعرف الليزر بشكل عام ما هو الليزر بشكل بسيط واختصار لخمسة حروف L-A-S-E-R ليزر معناها عملية تكبير الطاقة الناتجة من استثارة بعض المواد إلى ضوء له طاقة حرارية عندما تلامس الجلد أو الدم أو صبغات الجلد تقوم بالتفاعل معها لإنتاج طاقة حرارية تدمر أجزاء معينة بشكل متحكم فيه هناك ثلاثة أنواع من الليزر هناك ليزر ناتج من استثارة المواد الصلبة وهناك ليزر ينتج من استثارة المواد السائلة وهناك أيضا ليزر ينتج من استثارة المواد الغازية وجد العلماء أن إذا أرضنا الضوء إلى هذه المواد تقوم هذا الضوء باستثارة ما يسمى بذرات هذه المواد فتنتقل فوتونات أو نيوتونات هذه المواد إلى مسارات معينة في الطاقة عند نزولها مرة أخرى إلى المسارات السفلية لها ينتج منها ضر وجدوا أنه إذا جمعوا هذا الضوء وقاموا بعملية تكبيره إلى آلاف المرات عن طريق تعريضه إلى مرايا خاصة بزوايا خاصة ينتج عنه ضوء بلون واحد وله خصائص معينة هذا الضوء الناتج المرئي أو غير المرئي الذي نشاهده في الليزر عندما يلامس الجلد يتفاعل مع ثلاث عناصر العنصر الأول هو الماء العنصر الثاني هو الدم أو الهموغلوبين الأحمر في الدم والعنصر الثالث هي المواد السبغية في الجلد هذه المواد تمتص هذا الضوء الذي ينتقل بموجات طولية مختلفة وتقوم بتحويله من طاقة ضوئية إلى طاقة حرارية إذا تعرض الماء لهذا الضوء يحصل غنيان في الماء فيدمر الخلية أو الجزء الذي نريد إزالته بطريقة حرارية إذا تعرضت دم لهذا الشيء يقوم بعملية تدمير لوعي الدموية الموجودة في هذا الجزء من الضوء إذا تعرضت لصبغات بنية تأخذ هذا الضوء وتدمر بفعل الطاقة الحرارية فالليزر بصفة عامة عبارة عن ضوء ينتج من استثارة مواد معينة ينتج عنها ضوء بصفات معينة وبأطوال موجية معينة ويمتص في الجلد حسب نوع هذا الليزر هناك ألوان مختلفة من الليزر وهناك أنواع مختلفة حسب مسمى المادة المستخرجة منها فالتقنية الليزر عبارة عن حرق مبرمج بطريقة دقيقة جدا ونستعمل كأطباء في التعامل مع أجزاء معينة من الجسم للتعويض النقص الموجود فيها أو تحويلها من حالة إلى أخرى ببرنامج متقن ومحجد جدا لا يعرفه إلا طبيب التجميل أو الجلدية المدرب جيدا على هذه الأجهزة فهذا هو الليزر الليزر معناها Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation معناها اللي قمنا بترجمته عبارة عن تحويل الطاقة الضوئية إلى حرارية باستعمال أجهزة خاصة تبرمج عن طريق جهاز موجود في العيادة ومكان لإخراج الضوء من جهة معينة بألوان مختلفة تمام الآن دكتور يعني ذكرت موضوع الألوان في أكثر من موقف الآن وجود الألوان هذه هل معناتها تأثير الليزر على البقعة أو المكان المراد معالجته أم لا بمعيار معين رقبي هو الأفضل هناك معايير خاصة ليس لها علاقة باللون المعايير الخاصة بالليزر تشمل حجم الضوء الخارج من الليزر وتشمل عدد مرات دخول الليزر عن طريق الجلد وتشمل سمك دخول الليزر في الجلد نعم فهناك ليزر يستعمل بدوائر كبيرة للتعامل مع أجزاء أصغر هناك ليزر يستعمل بدوائر أخرى للتعامل مع أجزاء أصغر وهناك ليزر يستعمل بطاقة معينة ببرامترز معينة نقوم بتحديدها كأطباء لمعرفة أين بالضبط سينزل الطاقة الليزرية هل ستكون في الجزء الأعلى أو السطحي أو العميق من الجلد فليس لو علاقة باللون بقدر ما هو علاقة ببرامترز أو حسابات معينة نقوم بمعرفتها عن طريق الشركة المصنعة في بعض الأحيان دكتور يعني الأشخاص اللي حابين يضيفون طابع جمالي أكثر سواء كان على الوجه أو حتى على باقي أجزاء الجسم يعني لما يذهب عند الطبيب ما يقيس سماكة الجلد لكي يعرف المعيار بشكل دقيق هل يعتمد على لون البشرة في هذا الموضوع أم لا على ماذا يعتمد يعتمد على خبرة الطبيب سمك الجلد يختلف في الوجه لكل سنتيمتر فسمك الجلد مثلا في الأنف في الجزء الأعلى يختلف على الجزء الأوسط يختلف على الجزء السفلي وسمك الجلد في جفن العين يختلف على الجزء الأعلى والأوسط والسفلي وسمك الجلد في منطقة الخد أو في منطقة الوجه من الأعلى أو في منطقة الصدق يختلف فحسب سمك الجلد نقوم بتغيير مقاسات الليزر المطلوب حتى لا يحصل مضاعفة فإذا كان سمك الجلد واحد ملي وأنا أحب أن نزل نصف ملي لو نزلت أكثر ممكن نعمل حرق الجلد وهنا تأتي خبرة الطبيب فسمك الجلد لا بد أن يعرف الطبيب بحسب خبرة الطبيب ولا بد أن يعاير الجهاز الذي سيستعمله حسب منطقة العلاج ونوع العلاج نعم دكتور موضوع الليزر للتجميل والترميم نعم الآن هل هناك فرق بين الترميم والتجميل يعني الترميم ما يعتبر تجميل أيضا أساس علم التجميل هو الترميم ولذلك في الحرب العالمي الأولى عندما ظهر علم التجميل ظهر بسبب وجود آثار حروق ومشاكل ظهرت بعد الحروب نعم فبدأ الأطباء يحاولون علاج هذه الأشياء بتعويضها بأنسجة أخرى فالمريضة اللي يأتي مثلا فاقد الأنف نعم بدأ الأطباء يفكرون في عملية تصليح لجزء جديد أو أنف جديد من الجبهة وأخذ غضاريف من الرئاء أو من حول الرئاء قصد فبدأت هنا مسألة كيف نقوم بإعادة بناء الجسم بطريقة جديدة نعم فسمع علم الترميم البلاستيك سيرجري في مسمىها العام هي عبارة عن عملية إعادة بناء ما فقد فالترميم شيء لإعادة بناء ما فقد أما التجميل فهو إصلاح ما هو موجود وإعادة إلى شكله الجميل بإضافة أشياء بسيطة إليه فهناك فرق بين التجميل والترميم التجميل البحث هو عمل عمليات مثلا زي تقشير الوجه نعم عملية إصلاح الأنف عملية شد الوجه هذا يسمى التجميل أن عملية التعويض أو الترميم فهي عملية إعادة بناء جزء فقد بسبب مرض أو حادث أو غيره دكتور عشان ما يعني حتى لا يكون هناك ظلم لموضوع الليزر المتعارف عليه نعم استخدامات الليزر للوجه بالذات نعم تقتصر على عمليات تجميل منها مثلا إزالة الشعر بالوجه أو غيره الآن الليزر مظلوم في مثل هذا مع أن استخدامات كثيرة يمكن الاستخدامات الأساسية مثل ما تفضلت لم تكن فقط لإزالة الشعر من الوجه ولكن هذه يمكن استخدامات ثانوية جاءت مع هذا الابتكار نتكلم عن الاستخدامات الرئيسية للليزر للليزر لو قسمناها إلى استعمالات ترميمية نعم واستعمالات طبية واستعمالات تجميلية الممتاز الاستعمالات الترميمية مثلا المرض الذي يعاني من وجود آثار حروق في الوجه نعم أو آثار ندبات بعد حوادث في الوجه يستفيد من الليزر بشكل كبير جدا نعم المرض الذي يعاني من وجود حفر في الوجه أو ندبات بعد عملية تحب الشباب هذا شيء ترميمي نعم المرض الذي يعاني من وجود تصبغات جلدية من الصعبة التعامل معها شيء ترميمي هناك أنواع من أورام سرطانية وحميدة في البشرة يتم علاجها بالليزر ليعطاء ندبات مخفية هناك أشياء أيضا في الوجه نستطيع التعامل معها في الليزر زي الجروح القديمة نستطيع العلاجها بالليزر هناك بعض الالتهابات الموجودة في الوجه الفطرية أو البكترية نستطيع علاجها بالليزر هناك بعض الاستطابات الحرارية نستطيع علاجها بالليزر زي آلام الفكر الصدقي بعض الأبحاث الجديدة أثبتت أن الحرارة النابعة من الليزر تستطيع علاج هذه الآلة. الليزر يستعمل في العين في جراحة العين. صحيح. الليزر يستعمل أيضا في الأسنان. نعم. الليزر يستعمل في عملية استعماله كمشرة جراحي لعملية قص الجلد وعطاء ندبات تعتبر شبه مخفية. فهذه الاستطبابات أو الأشياء الترميمية الأشياء التجميلية هي عملية شد الوجه إزالة للشعر تغيير لون الوجه. توحيد لون البشرة. التعامل مع بعض الوحمات البنية أو الوحمات الدموية الموجودة خاصة عند الأطفاء. نعم. نسميها وحمة دموية يكون جزء من الوجه لونه بنية أو جزء أحمر. هذا يعتبر أيضا طبي وتجميلي. نعم. فهناك استعمالات ترميمية وطبية واستعمالات تجميلية. إزالة الشعر يمثل فقط 5% من ما هو متعارف عليه من استعمال الطب. من استعمال الليزر. الليزر آلة جراحية في المقام الأول وليست فقط لإزالة الشعر. نتحدث عن الترميم دكتور في البداية. طبعا الأمثلة كثيرة في موضوع الترميم. لنأخذ مثال موضوع حب الشباب أو تغير الألوان في بعض الأحيان. يمكن اللون الذي يأتي عن الوجه. الذي خاص بلون الفراشة ما يسمى. هل هذا أيضا مشمول من ضمن العلاجات التي يمكن نقوم بهالليزر؟ نعم. نتحدث في الأول عن حب الشباب. آثار حب الشباب هي عبارة عن ندبات موجودة بسبب التآم. التهابات كانت موجودة مسبقا وأدت إلى وجود حفر أو نزول في الجلد بأشكال مختلفة. نعم. هذه الندبات لها أربعة إلى خمسة أنواع. كيف يتم استعمال الليزر فيها؟ الليزر عبارة عن حرق مقنن. نستطيع من خلاله إزالة الطبقة الزائدة من الجلد ونستطيع إثارة الكلجين المادة الضامة بعمل جرح حرقي مبرمج. فأثناء التآم هذا الحرق بطريقة جيدة يقوم بعملية شد الجلد وإزالة الندبات. طبعا ليس كل الندبات تعالج بالليزر. بعضها يعالج بالليزر بشكل جيد. عملية التصبغات في الجلد وبالذات مادة الملازمة التي هي اللون البني وليس اللون الأحمر تحدث عنه. يتم علاجه أيضا بالليزر إذا كان سطحي. ولكن للأسف الشديد لا يوجد علاج نهائي لهذه التصبغات التي موجودها في الوجه. إلا إذا كان يعني الآن قبل عملية العلاج بالليزر دكتور. لابد أن يكون هناك خطوات لما عرفت ما إذا كان هذا المرض مرض جيني. يمكن يكون مرض مزمن عبارة عن عادة وراثي. على سبيل المثال. بالتالي الليزر سيكون فعاليته مؤقتة وليست فعالية دائمة. نعم. هناك بعض الأشياء مثلا زي ما نسمي الملازمة التي هي الكلف في الوجه. الكلف نوعين سطحي وكلف أيضا يكون موجود عميق. نعم. وفيه كلف خاص بالأمراض هرمونية وكلف خاص بأخذ بعض الحبوب الهرمونية. نعم. وكلف أيضا جيني أو التصبغات جينية. نعم. صعب جدا في حالة الجينية أو في حالة أن المرض يكون عنده حساسية من أشياء معينة علاجه. نعم. مخفف منها. النوع السطحي ممكن التعامل معه بشكل جيد ولكن يظل أيضا لابد أن يدمج مع أشياء أخرى. نعم. الأشياء الجينية الأخرى زي الوحمات الدموية الخفيفة. نعم. يتم علاجها نهائيا بالليزر. وهذا أثبت العلم من عشرة السنوات. نعم. لأنه يتم بحرق بسيط جدا وعملية تقليص لوعي الدموية الموجودة تحت الجلد وبالتالي فعال في هذه الأشياء. نعم. نعم. طبعا نقوم قبل أجراء الليزر بتحليل كامل لقصة المريض وفحص كامل للمريض قبل التعامل معه بالليزر. نعم. نعم. ونستطيع استعمال الليزر في الأشياء التي ممكن يحصل عليها المريض من نتائج جيدة إن شاء الله. ممتاز. إذن دكتور بنتحدث أيضا عن موضوع استخدام الليزر في وجود ما يسمى بالنمش على جسم الإنسان. نعم. هذه أيضا من ضمن الأسئلة وحابنا أيضا أنك تجاوب على هذا السؤال. ولكن مشاهدين ننتقل الآن إلى زميلتنا شهد مهند لتطعنا عن بعض الأخبار المتنوعة في فقرة آخر الأخبار. ولكن بعد هذا الفاصل بقو معنا. موسيقى عدنا لكم من جديد مشاهدين ومتابعين مع فقرة الأخبار الطبية. نبدأ بأول خبر لفقرتنا. أولي يقول باحثون ألمان يؤكدون أن للزنجبيل فوائد كبيرة ومتنوعة. فهو يلعب دورا إيجابيا في علاة سرطان الثدي. وبإمكانهم مقاومة الخلايا السرطانية دون المساس بخلايا الثدي السليمة. حيث يتم عدده على شكل شاي أو إضافته إلى الأطعم المختلفة التي نتناولها. أما خبرنا الثاني في هذه الفقرة. وجود علامة سيئي على ألعاب الأطفال لا يكفل جودة المنتج أو خلوه من مواد كيميائية مسرطنة. فعلامة سيئي تعد إقرارا من الشركة المنتجة بالتزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي. لذا توصي دراسة ألمانية حديثة بفحص غلاف اللعبة والتحقق من وجود أختام منظمات مستقلة كعلامة جي أس. والتي تشير لخضوع المنتج لاختبارات السلامة والجودة. خبرنا الأخير في هذه الفقرة. دراسة حديثة كشف عنها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. تفيد بأن بعض الأنشطة الفنية والثقافية كالاستماع للأصوات الهادئة والموسيقى والغناء أو زيارة المتاحف قد يكون لها تأثير إيجابية على الصحة البدنية والعقلية. كالمساعدة في التحكم بمستويات الجلوكوز وتحسين الانتباه والذاكرة. طبعا هذه أخبارنا لليوم دكتور جميل ومحمد. الغريب في الموضوع أن ألعاب الأطفال كثرت في الآونة الأخيرة بأشكال متنوعة وأحجام كثيرة. يعني تشترط أيضا أعمار معينة لاستخدامها أو إعطاءها لهم. أيضا هذه المعلومة قد تكون مفيدة جدا في بعض العلامات التي تكون موجودة على الألعاب أو حتى أي منتج ممكن نشتري ما نعرف شو معناته. نعم يمكن ليس دليل جودة صحية لها علاقة بيئة صحة ولكن جودة اختبار لعمل مثل هذه الأجهزة. ولشد انتباهي أكثر يمكن الفقرة الأخيرة التي تحدثت عن وجود المتاحف وكذا. هذه من الأشياء التي قد تؤنس الإنسان. كثرت المتاحف في إمارة الشارقة أيضا هذا دليل واضح. أيضا نصيحة لكل من يستمع إلينا الآن أيضا أنه يقوم بزيارة مثل هذه الأماكن. هي ليست فائدة ثقافية فقط للتدقيف ولكن أيضا هي ترويح عن النفس من ضغوطات الحياة وضغوطات العمل الموجودة. نختتم فقرة الأخبار الطبية مع هذه الأخبار. لكن نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. وهو هل تجميل الوجه بالليزر يغير لون البشرة؟ منتظر تفاعلكم أكيد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الآن ننتقل لمتابعة باقي الأخبار. باقي الفقرات مع زميني محمد في برنامج أيضا هو. مخضتني الأخبار يا محمد. سامحنا. لا لا بالآكس هذا شيء جميل. وننتظر أيضا فقرة التواصل الاجتماعي أيضا أشهد. الدكتور نستكمل الحديث بما يخص النمش. يتحصل كثير من الناس قد يتأذى من هذا الموضوع. هل تقنية الليزر أيضا كفيرة بمعالجة مثل هذه الظاهرة؟ لابد أولا من التفريق بين في المسميات اللغوية بين ما يسمى النمش والكلف. مهم جدا. النمش عبارة عن نقط بنية خفيفة جدا تظهر للإنسان منذ الطفولة. نعم. ونشاهد أيضا في الأطفال بالذات الأوروبيين أو الروس أو شيء. نرى مناطق بنية سقيرة جدا البشر البيضاء. نعم. فتكون عبارة عن نقط مستقلة. الواحدة نقط سوداء أو غامقة تشمل أجاء كثيرة من الجسم. صحيح. وتسمى فريكلز باللغة الإنجليزية. فهذا يسمى النمش. إنما الكلف هو عبارة عن لون بنية. يظهر في منطقة الوجنتين. يبدأ من سن البلوق. لأنه له علاقة بالهرمونات. ويصيب النساء أكثر من الرجاء. ويصيب الرجاء في الدول الأسيوية أكثر من النساء. فهي عبارة عن تجمع تصبغات بنية من خلايا خلق الله سبحانه وتعالى تسمى الميلانوسايتس. هي الخلايا المفرزة لمادة الميلانين. وهو اللون البني. تتجمع وتتكثف في مناطق معينة في الجلد. الجلد مكون من طبقتين السطحية والعميقة. صحيح. إذا تجمع في المناطق السطحين نسميه سطحي. وإذا تجمع في المناطق العميقة نسميه عميق. وقد يكون بين المنطقتين. نعم. علاج النمش غير علاج الكلف. غيرايا النمش أحيانا يكون صعب جدا باستعمال الليزر. ولذلك لا بد أن يعرف الناس أن الليزر ليس علاج نهائي للنمش. ولذلك لا بد أن نعلم أن هناك فرق بين الترويج السوخي لاستعمال الليزر بطريقة تجميلية والطريقة غير علمية وبين الترويج له بطريقة علمية. النمش يقل فقط باستعمال الليزر. وهناك علاجات أخرى مثل التخشير الكيميائي وغيرها. ولكن لا يزال نهائيا بالليزر. يزال فقط جزئي. لأنه عبارة عن تكتل عميق أكثر من الكلف. الكلف تسبغات جلدية أقل ويعني حدة في لونها من النمش. وتصيب النساء بالذات أثناء الحمل وبعد الحمل. ولها علاقة بالتعرض للشمس وبحساسية الجلد للشمس. ومن أهم علاجاتها هي عدم التعرض للشمس بطريقة كثيرة واستعمال ما يسمى بواقي الشمس. تعالج بالليزر أحيانا بنسبة 80% إذا كانت سطحية. وتتراوح استجابتها للليزر إذا كانت عميقة بنسبة 40% إلى 50%. ولا يمكن علاجها نهائيا. ولا يوجد حتى الآن علاج نهائي لها بالليزر. ولكنها يخفف فقط باستعمال الليزر. نعم. نحن ما زلنا دكتورة على المحاور الثلاثة التي تحدثنا عنها في استخدام الليزر. تحدثنا الآن الحدث عن موضوع الترميم. نعم. وقلنا أيضا التجميل والجراحة الطبية. محاور رئيسية لاستخدام الليزر. موازلنا في المحاور الأول يتحدث عن الترميم. الآن في موضوع الترميم. هل هناك سن معينة؟ ممكن أن يستخدم الليزر في عملية الترميم لها؟ الترميم لا يوجد له سن معين. لأنها عبارة عن مشكلة تأتي لك في العيادة في أي سن. مثلا طفل مولود بوحمة دموية في الوجه لونها أحمر. نبدأ بعلاجها بالليزر حتى من الشهر الأول. ليس هناك أي منع. لأن نعم. ممكن يأتي طفل عنده وحمة دموية موجودة أو بدأت تظهر بعد سن ستة أشهر. نتعامل معها. ممكن يأتي الطفل عمره عشر سنوات تعرض لحرق أو تعرض لعملية وتم تكوين ندبة غير طبيعية. يتم التعامل معها بالليزر بشكل طبيعي. ممكن يأتي طفل أو بمعنى آخر إنسان في سن خمسة عشر سنة الإجراء عملية قد تحتاج إلى استعمال الليزر بشكل جزئي يستعملها في هذا الوقت. وبالتالي لا يوجد موانع لعملية استعمال الليزر في الجراحات الترميمية لأنها حالة تستدعي استعمال علاج في أي وقت. دكتور إذا أتذكر بشكل صحيح الكلام اللي تفضلت فيه في بداية الحلقة أنه يمكن للليزر أن ينعش بعض الخلايا التي تكون موجودة في الوجه. الآن الثعلبة هل يمكن معالجته بالليزر أيضا؟ الثعلبة يختلف الناس في علاجها. ولكن أفضل علاج لها هي الكورتيزون. الليزر لا يعتبر علاج نهائي لها. بعض الفطريات بالذات فطريات الأظافر يستعمل لها الليزر بنجاح. ولكن تأخذ جلسات عديدة. زي الأونيكو مايكوزوس اللي هي فطريات الأظافر بالذات في الأصابع الكبرى للقدم. وهذا النوع من الليزر تسمى الاندياغ ليزر. وعبارة عن نوع نوعية من الليزر يستعمل لعلاج الفطريات. إنما فطريات للوجه لا. ممكن التهابات فيروسية يعالج. التهابات بكتيرية ممكن. ولكن ليس الوحيد. يعني الليزر هو الوحيد المختص بعلاج هذه الأشياء. لابد أن ننتقي فقط بعض من هذه الالتهابات. ونعالج ها بالليزر بعد استقاء أحدث التقنيات والأبحاث في هذا المجال. في حالات الليزر لا يعالج فيها الترميم. نعم. الأشياء التي محتاجها استعاضة للجلد بجلد لا يمكن استعمال الليزر فيها. الأشياء التي مستحاياة. لذا أردنا استعمال مكان عظام. لا يمكن استعمال الليزر. الليزر يعمل عملية حرق مبرمج. من معنى آخر. لو هناك ندبا عالية نستطيع إزالتها بشكل معين باستعمال الليزر. فهو يؤدي إلى إزالة وليس إلى بناء. متى يعمل بناء؟ يعمل بناء للكولاجين إذا أثرنا الجلد بحرق مبرمج لإعطاء الخبرة أو الفكرة للجلد أنه هناك حرق. فيقوم الجلد بعملة التئام نتيجة لوجود جرح. وهذا الجرح عبارة عن جرح الليزر. فينتج ما يسمى بألياف جديدة. ردة فعل. لبناء ألياف جديدة. من الممكن ترميم بعض الجروح البسيطة باستثارتها بالليزر. العملية كلها تشمل استثارة الكولاجين وبناءه بشكل جديد عن طريق استعمال لطاقة الليزر في تحريك الخلايا لإنتاج ما يسمى بالكلاجين. ماذا عن مرضى السكر دكتور؟ لا يوجد استطباب خاص بالذات في الوجه لمرضى السكر لاستعمال الليزر. ما عدا في العين. الليزر يستعمل في عملية الشبكية. نعم. في عملية إذا في ثقوب أو فصف الشبكية يستعمل الليزر أيضا لحصول حرق ما بين الشبكية. والمكان الذي انفصلت فيه بحصل عملية إعادة لمكانة الشبكية أو لاستطباب الشبكية والتئامها عن طريق الليزر. نعم. معنات هذا الكلام أن المصابين بالسكر لا ينصح باستخدام الليزر سواء كان لعملية الترميم أو حتى التجميل في بعض الأحيان. قد يصاحب هذه الأمراض أو حتى يمكن مضاعفات. ممكن. ولكن قد يأتي المريض بوجود جرح مزمن بسيط يحتاج إلى الليزر. ممكن نستعملها في أماكن أخرى في الجسم. الليزر يستعمل أيضا في السكر في علاج. مثلا بعض الأشياء التي هي الأعدموية المصابة فيها فيها مشاكل. ويستعمل أيضا في عملية يقال تصحيح مرور الدم في بعض الأوعية الدموية المصاحبة لعملية مشاكل الأطراف العصبية. هذه لا زالت أبحاث موجودة. ولكن لا يوجد مانع ولا يوجد شيء استطلابي أيضا لإستعمالها في السكر. حسب نوع المشكلة الموجودة عن مريض السكر. ممكن أن نستعمل الليزر أو لا. تمام. الآن دكتور يمكن المحور الأول بما يخص عملية الترميم شملناه بشكل عام. بنتحدث عن موضوع التجميل استخدامات الليزر في التجميل. ولكن مشاهدينا بعد أن ننتقل إلى فقرة نمط الحياة الصحي الذي أعادته لنا الدكتورة رجلاء درويش عبيد. أخصائية التغذية. إذن نتابع ومن ثم نعود. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا من يديد في فقرة نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة على هو. وموضوعنا اليوم جداً حلو. بنتعرف من خلاله على الأساليب اللي نحن لازم نتبعها عشان نحافظ على صحة البشرة وعلى نظرتها. طبعاً من حيث الغذاء لازم نحن نركز على الغذاء الصحي المتوازن بعيد كل البعد عن الأطعمة الدسمة. عن الأطعمة المقلية. الغذاء الصحي المتوازن يحتوي على الياف غذائية طبعاً متركزة في الخضروات والفواكه وكذلك الحبوب الكاملة والشوفان ومصادر البروتينات المتنوعة الخالية من الدهون. طبعاً نحافظ على أن نحن ناخذ ثلاث وجبات متوازنة خلال اليوم اللي تكون رئيسية وبينها موجبات خفيفة طريقة انتقاها تكون صحية. طبعاً لازم نشرب الماء بكميات كافية بمعدل يعني لا يقل عن ثمان أكواب خلال اليوم. تكلم على حسب احتياجه. مهم جداً أن نحن نركز على أساس أن نحن ننام ساعات نوم كافية. وقبل النوم نحاول أن نحن لا نتناول وجبة دسمة ونحاول أن نخفف كذلك المنبهات وتناول المشروبات المحتوية على كذاين بنسبة عالية. طبعاً ممارسة الرياضة من الأمور جداً مهمة وتساعد في تنشيط الدورة الدموية. وكذلك نحاول أن نحن نركز أن نحن ناخذ المصادر الفيتامينات الموجودة في الأطعمة. اللي نركز على مصادر فيتامينات ألف اللي هو مهم جداً أن يحافظ يقل بشرة من الجفاف والتجاعد. وكذلك فيتامين جيم بحيث أن يحفز الكولاجين كذلك في الجسم فيتامين با ثنين اللي هو يساعد كذلك ويساعدون كذلك على صفاء البشرة ونقاوتها وأن يحاول أن يخلي البشرة خالية من التشقوقات. طبعاً مشاهدينا دائماً أتمنى لكم الصحة والعافية ونشوفكم إن شاء الله في فقرة يديدة من فقرات نمط الحياة الصحي. اشتركوا في القناة فصائية التغذية ونستكمل حوارنا مع ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم الدكتور جميل جمالي سشاري جراحة تجميل وترميم. دكتور نتحدث أن نريد أن نربط موضوع الغذاء ونمط الحياة الصحيح بموضوع الليزر والتجميل وهو المحور الثاني. هل هناك علاقة بين الغذاء وتناول كميات معينة من الغذاء التي قد تساعد كخطوة أولى في موضوع استخدام الليزر في التجميل؟ أولاً الليزر هو عبارة عن ضوء يعالج الجلد من الخارج والأغذية عبارة عن غذاء يعالج الجلد من الداخل فأكيد الترميم يحتاج إلى شيء داخلي وشيء خارجي. نعم. حتى لا نضر الجلد لابد أن يكون الجلد مغذى بطريقة كويسة جداً وكما تحدثنا مع الزميلة الدكتورة تحدثت عن فيتامين إي و فيتامين بي وكل أنواع الفيتامينات المهمة للجلد مهمة جداً للليزر. لابد أن يكون عند المريض كمية كافية من المياه في الوجه عشان يأخذ نظارة وبالتالي الليزر يكمل هذا الشيء. لابد أن يكون عند المريض كميات جيدة من الفيتامين إي و الفيتامين إي و الفيتامين بي وغيرها من الفيتامينات عشان نستطيع أن نعالج الجلد بشكل جيد. الله سبحانه وتعالى خلق الجلد كالأرض لا يمكن إصلاح الأرض من الخارج إذا لم تصلح من الداخل. التغذية السليمة مهمة جداً للتجهيز الجلد لعملية الليزر والعكس أيضاً صحيح. من الممكن استعمال الليزر لعملية تنشط الكلاجين الذي يكمل باستعمال مكملات غذائية غنية بالكلاجين لإعطاء اللي هي علاج فعال من الداخل ومن الخارج. يمكن الناس قد تستعجل النتائج في بعض الأحيان. بالتالي تلجأ إلى الليزر للتجميل بدل انتظار الفترات طويلة واستخدامات الماء بشكل يومي وكذا. والنتائج قد تكون متأخرة قليلاً في بعض الأحيان. لا يمكن أن تضع بذور في أرض وتنبت من غير أن تكون الأرض صالحة. ولذلك لا بد المريض أن يعلم أن استعمال المنطق في هذا الشيء مهم جداً. أولاً المريض العاطفي هو المريض الذي يأتي للدكتور يريد أن يخلص كل شيء في وقت واحد. ولذلك الطبيب نوعين. طبيب منطقي أو طبيب أيضاً مستعجل. الطبيب المنطقي هو من يفهم المريض أنه لا بد من إصلاح الجلد في الأول وعلاجه بشكل جيد. ومن ثم نقوم بعملية عمل الليزر. النتائج بتاعة الليزر على فكرة تكون سيئة إذا كان الجلد غير طبيعي. غير مهيئ. نعم غير مهيئ. استعمال مثلاً عدم استعمال الواقع الشمسي وعدم أخذ كميات معينة من المياه وعدم النوم بشكل جيد. هذا غير جيد للليزر. والليزر كما تكلمنا حرق فهو سلاح ذو حدين. يأما أن يثير الجلد ويعمل نظارة أو يحرق الجلد إذا كان الجلد غير جيد. لابد أن نوازن في استعمال الليزر كطبيب وأيضاً كمريض. لابد أن نعلم هذه المعلومة. نعم. أعلى عجالي دكتور أيضاً من أعرض على موضوع التجميل. استخدام الليزر في التجميل. نعم. لأن استخداماته في ماذا تكون في المناحية التجميلية؟ نتكلم على بعض الحالات. نعم. عملية تجاعد الوجه الخفيفة التي ممكن أن تكون صعبة علاجها بالتقشير أو علاجها بأخذ كميات كبيرة من المياه أو شيء. بعض التجاعد البسيطة الصغيرة الموجودة حول العينين وحول منطقة الفم وحول الخد من الممكن علاجها بالليزر. لماذا؟ لأن الليزر يقوم بعملية إثارة الكولاجين بعمل حروق خاصة معينة. نعم. فيتم بعملية تشد الوجه بإنتاج كلاجين جديد وبالتالي يقوم بعملية إخفاء الخطوط التجاعد البسيطة. وأكررها البسيطة وليست المتهددة. أنه إذا في تهدد شديد في الوجه يحتاج إلى شد وجه أحيانا. هذا واحد. الشيء الثاني يستعمل في إزالة الأوعية الدموية الزائدة الشعيرة الصغيرة في منطقة الأنث والوجه. وهذا علاج ممتاز جدا. نعم. الشيء الثالث يستعمل لعمليات شد الجفون الخفيف إذا كان هناك تجاعد خفيفة وتصبغات خفيفة. فيقوم بإزالة التصبغات وعملية شد الجلد بنفس طريقة الحرق المبرمج لإنتاج كلاجين جديد. يستعمل أيضا في إزالة تصبغات الشفاة. يريد توريد الشفاة غامقة أو شيء فممكن يستعمل فيها. يستعمل أيضا في عمليات إزالة الوحمات أو الزوائد الجلدية البسيطة مع ترميم للجلد. هذا يستعمل أيضا يعتبر تجميلي. فهذه الأساسيات في استعماله في التجميل. أيضا يستعمل في عمليات إزالة الدهن الزائد في منطقة الذقن باستعمال ليزر خاص بينتج حرارة معينة ويقوم بتذويب الدهون ومعها يقوم بعملية شد للجلد. هذه هي معظم الأشياء التي تستعمل في الوجه. الدكتور يعني الآن عدنا يمكن فقرة التواصل الاجتماعي ولكن السؤال الأخير قبل هذه الفقرة. ذكرت التجاعد الخفيفة. هل هذا معنات أنه ممكن عمل ليزر تجميلي في سن مبكرة؟ نعم. وهذا لا يوجد أي مشكلة. لا يوجد أي مشكلة. إذا وجدت تجاعد في سن الثلاثين بسبب نقص في الوزن وهذه التجاعد موجودة لدى المريض ولا تتماشى مع عمر المريض من الممكن. ليس هناك عمر معين لاستعمال الليزر حتى وإن كان تجميلي إذا احتاجت أو قفتها لإستعماله. ممكن هذه التجاعد ترجع مرة أخرى بعد فترة معينة؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم ومن نعمره ننكسه في الحرق. وحقيقة إحنا أن عمرنا كلها تتراوح بين الستين والسبعين فيبدأ من سن الثلاثين نزول في مادة الكولاجين وضعفها بالنسبة واحد في المئة سنويا. وبالتالي كل عشر سنوات أكيد أو كل خمس سنوات إذا لم يحافظ الإنسان على نفسه بالنوم الجيد والابتعاد عن التدخين وعدم ممارسة الرياضة أيضا. لا بد أن تظهر اللي هي خطوط اللي هي البسيطة جدا. حتى لو على زرها بالليزر ترجع مرة أخرى بعد فترة؟ بعد سنوات معينة وتعتمد حسب صحة المريض. وأيضا جينيا في ناس وجهة نظر حتى سن الخمسين والستين. وفي ناس تبدأ من سن الثلاثين والأربعين. هذا واضح عليك ما شاء الله والوجهة نظر. مشاهدينا نستكمل حديثنا مع الدكتور في حلقتنا لهذا اليوم. ولكن الآن فقرة مواقع التواصل الاجتماعي لتتواصلوا معنا من خلالها وتشاركونا بأسئلتكم. ولكن بعد هذا الفاصل مع زميل تشاهد. أهلا بكم من جديد الآن نستعرض لكم الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن قبل هذا نطلعكم على نتائج سؤالنا لليوم واللي كان هل تجميل الوجه بالليزر يغير لون البشرة؟ دكتور جميل هل تجميل الوجه بالليزر يغير لون البشرة؟ نعم إذا كانت البشرة داكنة بسبب تصبغات يغير نعم. ولكن إذا كانت داكنة بخلقها من الله سبحانه وتعالى قد يشوه. وبالتالي لا بد أن نقارن بين عملية الوجه داكن بسبب تصبغات جاءت مع العمر وبالتالي يمكن إزالتها فيغير من لون البشرة. ولكن هل يغير لون البشرة نهائيا؟ إذا استعملنا الليزر بطريقة خاطئة قد يؤدي لحصول حروق. لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في ستة أنواع من الجلد. اللون الأول والنوع الثاني والثالث والرابع والخامس. وهذا عبارة عن تصنيف عالمي. فتبييض الجلد ممكن. إعطاء نظارة ممكن. تغيير لون الجلد بسبب تصبغات ممكن. ولكن تغيير لون البشرة بصفة عامة هذا الشيء اعتبر تجاري وليس علمي. في حالات خاصة. إذن النتيجة كانت 71% نعم و29% نعم. في وعي حول هذا الموضوع من قبل الجمهور. طيب هل هناك أسألة وصلتنا. هل استخدام الليزر لمعالجة الكلف بشكل نهائي حل جذري؟ لا. وأكدها لا. ولذلك معظم الناس يمكن يذهب إلى طبيب. والطبيب ممكن يعطي المريض إحاء بأنه سيتم علاجها بشكل نهائي. لا بد أن يعلم كل المرضى. على مستوى العالم يعلمون أنه لا يوجد حل جذري لعملية الكلف العميق. السطحي يوجد بنسبة ممكن 60% إلى 7% تحسن ولكن حل جذري لا يوجد. أحسن الحلول يستعمال الواقع الشمسي والمرطبات للجل والابتعاد عن الأشياء الهرمونية والاسترس للضغط النفسي إذا استطاع المريض الابتعاد عنها. ولذلك لا يوجد حل جذري. والإجابة لا وأؤكدها. طيب سؤال آخر هل هناك تعليمات يقومون فيها قبل أو بعد إجراء إزالة الشعر بالليزر للوجه؟ طبعا هناك تعليمات طبعا مكتوبة لكل نوع من أنواع الليزر في معظم العيادات. طبعا من ضمنها عدم التعرض للشمس لمدة معينة من ضمنها استعمال كلمات مرطبة خاصة لمدة معينة لأن إزالة الشعر تعتبر أيضا حرق خفيف للجل فلا بد التعامل معه بنوع من الحذر والحساسية. نعم. بنستعرض بعض الصور دكتور جميل نعلق عليها. عندنا هذه الصورة في البداية. في الجهة اليمنى عملية تجميل الليزر موجودة. في الجهة اليسرى قبل. نعم. إذن بنلاحظ أنه في تحت العين وفوق العين. نعم. عملية شد الجفن. عملية شد الجفون الخفيف السفلية ممكن أن يتم باستعمال نوع معين من أنواع الليزر. بالذات إذا كان في تصبغات بنية بسيطة. عمليات تصبغات ما تحت العين أنواع كثيرة جدا. ولا نستطيع تحديد أن الليزر نفع معها أو لا. لابد أن نفحص المرض بشكل جيد ونحدج إذا كان الليزر سيفيدها أم لا. الصورة التي عرضت هي صورة يعني تعتبر فقط تجارية وليس لا علاقة بالنسبة للليزر. ولكن نؤكد أن الليزر ممكن أن يستعمل في بعض علاج الهالة السوداء تحت العين حسب نوعها. وهذا النوع يتم كشفه عن طريق الدكتورة الجلدية أو التجميل. وبالتالي نختار الطريقة السليمة للعلاج. يعني هذه الصور تكثر في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج التجاري لبعض العيادات أو الأطباء أو المنتجات قد تكون. فقد تحمل بعض من الخدع البصرية. من الوقود الخادعة وليست السليمة. الطب علم وليس مجرد بيع منتج. وأكد هذا في كل بسطاتي حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. جميل إذا سمحتي لي شيء أيضا دكتور في بعض الأحيان يكون هناك جفاف حول العين بما يسمى الجفاف. هل يمكن إزالة بقع الجفاف اللي تكون موجودة اللي هي عبارة عن بقع بيضاء حول هالة العين سواء كانت في المنطقة السفلة أو المنطقة العليا باستخدام الليزر؟ لا بد من معرفة أن المناطق المناطق الموجودة بسبب الجفاف تعالج بالهيدريشان بمعنى آخر بتغذية المكان بترطيبه بأشكال مختلفة. نعم. الليزر يجفف ولا يرطب وبالتالي لا بد التعامل معه بشكل جيد. المناطق البيضاء حيانا تكون موجودة بسبب تجمع الدهون بسبب علوة الكوليسترول يتم علاجها بالليزر ولكن نتائج استجابة الليزر فقط 20 إلى 30%. وبالتالي نعيد مرة أخرى عملية التصبق حول العين البيضاء التي قد تندج من أشياء مختلفة لابد من الكشف عنها ومعرفة سببها وبالتالي علاجها. الليزر لا يرطب ولكن يشد أو يجفف. لأنه لا يوجد شيء في الليزر يؤدي إلى الترطيب. معظم استطابة الليزر هي عبارة عن تجفيف شد تنبيه للكولاجي. نعم. نعم. هذه صورة أخرى معنا دكتور. صورة عملية شد الذقن. عمليات إزالة الدهون الزائدة تحت الجلد مع شد الجلد ما بين سنة الثلاثين والأربعين في المرضى الذي يكون عندهم الجلد غير مترهل. ممكن تتم عن طريق شفط دهون باستعمال الليزر. وفي نفس الوقت الحرارة ناتجة من الليزر تقوم بعملية شد الجلد. أيضا أكرر أن هناك أنواع كثيرة من الجلد وأنواع كثيرة من عملية الضبل تشين اللي هو الذقنة المزدوجة. وعملية اختيار الليزر فيها يكون فقط لبعض الحالات التي تتمتع بطبيعة جلد مرنة. مستطيع من خلالها إزالة الدهون وعملية إثارة الجلد بشكل معين. فيتم التصاق الجلد مع العضلات بسبب الحرارة النفجة من الليزر. نعم. في عدد جلسات معينة هناك؟ ممكن جلسة واحدة فقط في الليزر يفضل عمل جلسة واحدة. وهناك أجهزة الآن جديدة زي الجي بلازما يسموها تستأمل مع الشفط لعملية شد الجلد. نعم. أيضا هناك صورة أخرى قد تناقشنا حاولها دكتور. صورة تجميل الأنف بالليزر. نحن عرفنا في الآونة الأخيرة أنه ما لدى أن نجري عمليات كبرى أو عمليات تجميل للأنف. نستخدم تقنية المواد المالئة أو الفلر لتعديل بعض الحالات الموجودة. ولكن هل في تجميل بالليزر للأنف؟ الليزر يتعامل التجميلي من الخارج مع الجلد. إذا في زيادة في الجلد الأنف ممكن عملية تصغير جلد الأنف باستعمال الليزر. ولكن ما هو المعروض الآن؟ مريض عنده تحدب في الغضروف وتم عمله بالليزر. لا يوجد شيء يسمى عمليات أنف تجميلية بالليزر. وأكد هذا الكلام. عمليات الأنف تجرى بعمليات جراحية بشكل مختلف. ولكن ترويج عمليات الأنف بعمليات الليزر. هذا شيء تجاري ليس لو علاقة بما يقوم به الجراحة. أنا جراح أنف ويقوم بعمليات جراحة الأنف بأحدث الطرق. ولكن الليزر يستعمل فقط إذا أردنا تغيير الشيء بسيط في الجلد. ولكن قصة العظم أو الغضاريف لا يتم عن طريق الليزر. نعم. صورة أخيرة معنا. تقنية الليزر الكربوني. هذه شاعة في الآونة الأخيرة كثير. الليزر الكربوني شيء آمن صراحة. الليزر الكربوني عبارة عن وضع مادة كربون تمتص عن طريق الليزر. يذهب إلى هذه المادة فيقوم برفع درجة حرارة المادة الكربونية. فتقوم بشكل غير مباشر برفع درجة حرارة الجلد. فتقوم بعملية تحفيز الكولاجين بطريقة بسيطة جدا. وتقوم بإزالة أيضا الشعر الصغير جدا. فهي شيء غير يوصح بأحيانا إذا فيه بشوية نظارة أردنا أن نعطي للمريض. ولكن ليست علاجية وليست مضرة أيضا. إذا استخدموها في بعض الأعيادات يطرحون مثلا لإعلاج مشكلة معينة تحتاجين ست جلسات. لإعلاج التصبغات مثلا في البشر. الكلام هذا صحيح لأنه لا يمكن إعطاء كل الجرعات الحرارية في نفس الوقت. فلابد أن نعرف من الجلسة الأولى أو الثانية أنه هناك تحسن أم لا. فهي لا تستعمل فقط للتصبغات. تستعمل أيضا لإعطاء الجلد نوع من النظارة. يعني عبارة عن تعتبرك استثارة حرارية بسيطة جدا للجلد بطريقة غير ظرة. يعني أحيانا نستعمل الليزر مباشرة على الجلد ونقوم بحرق. ولكن في المريضة الكبيرة في السنة يعني تتجاعد كبيرة جدا الكربوني وشحين في عما. الكربوني يستعمل فيه لإعطاء نظارة. كل شهر ممكن جلسة واحدة لإعطاء نظارة ونشهد بشكل خفيف. نعم. شكرا دكتور جميل. هذا ما لدي لليوم. نشكر كل من تواصل معنا أكيد. ممتاز جدا شكرا لتشاهد. دكتور تحدثنا الآن ممكن تحدث عن المحور الثالث والأخير. اللي هو استخدامة الليزر في الجراحة. نعم. تحدثنا عن الترميم وتحدثنا أيضا عن التجميل. وكثير من الأسئلة التي وردت حول موضوع التجميل. أكثر منها أي شيء آخر. ولكن الآن نتكلم عن استخدام الليزر في الجراحة. نعم. متى وكيف؟ الليزر كما تكلمنا عبارة عن ضوء قد يؤدي إلى تدمير أو حرق الجلد. نعم. من الممكن تحويل الليزر إلى ضوء خفيف جدا نستطيع من خلاله فتح الجلد باستعمال الليزر. كعمليات شد الجفون العلوية نستطيع إزالة الجلد بالليزر. نستطيع فتح الجلد من الخارج ومن داخل العين باستعمال الليزر. لماذا؟ لأن الليزر يقطع ويكوي. فبالتالي كمية الدم التي ستنزل قليلة جدا. والشيء الثاني. التآم الجرح أفضل مع الليزر من استعمال أشياء أخرى. ممكن أن نعمل عمليات شد وجه ونستعمل في القط فقط للجلد الليزر. وممكن أن نستعمل الليزر في الداخل لعملية حداث ما يسمى بتغيير حراري لعملية التصاق الجلد بالطبقة العميقة للجلد. ممكن استعمال الليزر في إزالة بعض الأورام التي موجودها في الجلد. فبدلا من قطعها مثلا وخياطتها. ممكن إزالتها باستعمال الليزر. لأن الليزر لا يؤدي إلى حدوث حرق في أماكن كثيرة جدا حول الجلد. فقط في المكان المرجو إزالته. دكتور في بعض الأحيان يكون في بعض العلامات والندوب. هل يمكن أيضا إزالتها باستخدام الليزر كجراحة؟ نعم. إذا كانت في مرحلة الحمار لازالت محمرة. نستعمل الليزر يقوم بعملية تقلص لعدد اللوعة الدموان الموجودة فيها. وإذا كانت عاليا نستعمل جهاز يقوم بعملية إزالة الجلد الزائد. تساعد كجزء من مكونة أخرى لعلاج الندبات في الوجه. نعم. دكتور هل عندك أيضا يعني يمكن كثرت في الآولة الأخيرة استخدامات الليزر؟ مثل ما ذكرنا يمكننا في عالمنا العربي بشكل عام. استخدمنا في عمليات التجميل. وأهملنا الكثير من الاستخدامات الأخرى للليزر. كيف تنصح دكتور الناس بشكل عام بما يخص موضوع الليزر والجراحة بالذات؟ أو يمكن الترميم أيضا؟ أولا لا بد أن نقرأ. لا بد أن نقرأ كثير جدا. يعني أنا ننصح دائما في معظم وسائل التواصل الاجتماعي. اقرأ جيدا عن كل ما هو جديد في المجال المرجو. وبالتالي لا بد أن نقرأ من استعمالاته في مثلا في العين. استعمالاته في الجوب الأنفية. استعمالاته في عمليات المخ. استعمالاته في الأسنان كثيرة جدا. وبالتالي نحتاج إلى ثقافة عالية وقراءة عميقة في هذا المجال. وموجودة في التواصل في النت. وأنا استطيع القراءة عنها بشكل موضوع جدا. ويمكن بعد إضافة أيضا أن الدعايات دائما لأغراض الترويج يمكن لا تكون صحيحة 100%. وبالتالي الثقة بالطبيب في مثل هذا الموضوع والمختص بعيدا عن العامل التجاري. أيضا من ضمن جملة ما يمكن أن نزديه من نصائح في هذه الأثناء أيضا لكل من يتابعنا أيضا. إذن دكتور في حديثنا لهذا اليوم تحدثنا عن استخدامات الليزر كعلاج للوجه. وذكرت حضرك ثلاث محاول رئيسية. تحدثنا عن استخدام الليزر في الترميم. واستخدام الليزر في التجميل. واستخدام الليزر في الجراحة. الاستخدامات بشكل عام. المضار. وأيضا بالنسبة لمرضى السكر والفئات العمرية المختلفة. إذن كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم. دكتور جميل الجمالي. استشاري جراحة تجميل وترميم. وأيضا الشكر الموصول لزميلة شهد على ما قدمته لنا في حلقتنا لهذا اليوم. لأن الشارقات تهتم بالإنسان. كان برنامج عيادة على الهواء. تصبحون على خير. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر